اهلا بحضراتكم مرة تانية انبارح سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اثناء افتتاحه لعدد من المشروعات الصناعية في محافظات الصعيد تطرق لنقطة غاية في الاهمية وهي الاهتمام بالصناعات التكنولوجية المتطورة والمتقدمة وقال بالنص الناس اللي بتشتغل في التكنولوجيات المتقدمة اليوم بتاعه بيقف 10.020 ألف جنيه ده يوم يا جماعة مش الشهر ده خلينا نفتح الموضوع عشان ننقشه ونعرف ازاي نهتم بالصناعات التكنولوجية في مصر وتكون كمان نقطة انطلاقها من الدراسة في الجامعات والتعليم التكنولوجي ملف مهم الحقيقي خلالنا نقشه دوقتي ونقش أبعاده كمان مع الدكتور أحمد الحاوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء يا دكتور صباح الخير صباح النور يا فندم صباح الخير يا مصر جديد اهلا بحضرتك اخبار التعليم التكنولوجي ايه في مصر ودوره كمان في الجمهورية الجديدة طبعا يعني التعليم التكنولوجي براند اتعامل في مصر حديثا منذ سنتين منذ 2019 احنا عندنا طبعا قضية التعليم الفني بشكل عام في مصر هي القضية الكبرى وهي القضية اللي كل المصريين دايما منزعجين منها لاتردي النوع زمن التعليم لكن منذ أربع أو خمس سنوات حصل طفرة في التعليم الفني ثم تعليم التكنولوجي بعد كده لو انا هتكلم عن تقديم التكنولوجي بتحديد فحنا عندنا من 2019 بدأ انشاء ما يسمى بالجماعات التكنولوجية والغرض الاساسي منها هو عبارة عن توفيد سوء العمل المصري الكوادر الفنية offensive القادرة على مواكبة التعليم التكنولوجي مواكبة التطور التكنولوجي المزهل حضرتك لما تعرف من فترة ان كان ليست بالبعيدة كان هناك المنتدى التعليم العالمي لعملية وزارة التعليم العالي وكان فيه اشارة لثورات الصناعية الموجودة الصورة الصناعية الرابعة والصورة الصناعية الخمسة. لكن أنت تتخيل أن المسافات ما بين الصورات الصناعية وبعضها بقت قليلة جداً في وقتنا الحالي. قبل كده كما بناخد خمسين ستين سنة دلوقتي بناخد عشر عشر سنة عشان ننتقل من صورة إلى أخر. الصورة الصناعية الخمسة هي مزيج ما بين الآلة والإنسان. وبالتالي إذا كانش الإنسان على القدر الكبير جداً من المعرفة والقدرة على استخدام هذه الآلة. هنفقد كثير من منافسة في سوق العمل سواء محلياً أو خارجياً. علشان كده كان الاهتمام بالتعليم التكنولوجي هو أحد الحاجات اللي بدأت فيها وزارة التعليم العالي منذ سنتين. وإحنا ماشيين في هذا الإطار. في الإطار ده عملنا ترد جماعات تكنولوجية اشتغلت بالفعل من 2019. واشتغلت في كل ما يسمى به التكنولوجيات المتقدمة. مميلي يتكلم على ميكاترونيكس. مميلي يتكلم على جزء خاص بميلي تكنولوجيا المعلومات. دي كلها تكنولوجيات مطلوبة في وقتنا الحالي ومطلوب المتخصصين فيها بشكل جد جد. الكلام اللي بتكلم فيه في تعليم التكنولوجي هو كلام بيعتمد على المهارة. بيعتمد على إكساب الطالب عندنا أثناء دراسته. المهارة اللازمة لنكون جاهز في سوق العمل وفور تخرجه. الكلام ده هو مش بس مجرد في ثلاث جماعات دولة. يمكن إحنا بنتكلم كمان على ستة جماعات تكنولوجية. ان شاء الله بإذن الله في الفين اتنين وعشرين. في سبتمبر الفين وتعالي وعشرين يبدأ الدراسة بها. هي ده الوقت بتنشئ. دي جامعة فيها اكثر من تخصص يعني. كل التخصص الموجودة. كل التخصص الموجودة بتبقى في المنطقة اللي بتنشئ فيها الجامعة. عشان لو حد في سنوية عامة والناس بتتفرج علينا. مسألة التعليم التكنولوجي ده مستقبله اخباره ايه? يعني احنا بنقول انه يوم هم بيقف عشر تلاف وعشرين الف جنيه. لو نوضح لأولياء الامور ونوضح للناس. يعني ايه تعليم تكنولوجي? هيستفيد ايه الطالب مستقبله? هيكون عامل ازاي لما يتعلم داخل هذي الجامعات. احنا ما بتكلم على تعليم تكنولوجي. متكلم على تعليم يبني عن نظام الجدارات. الطالب بيكتسب مهارة معينة في استخدامه ليه التخصص اللي هو موجود فيه. استخدامه في المعيد ده. استخدامه في المصنع. بيجدهم ازاي? سولوكوياته مع الناس. الاتاتيوت الشخصي بتاعه. السيمات الشخصية بتاعته. كل الحاجات دي تطالب بيكتسبها اثناء فترة التعليم. التعليم ده مبني على تدريب. الطالب هو بتضرب 60% من التعليم الموجود فيه. هو تدريب في المصانع الموجودة حولين الجامعة. وبالتالي هو الراجل واخد الثقة. واخد القدرة على مواكمة العمل الاساسي او العمل اليومي من خلال تدريبه اثناء الدراسة. فما بالك لما بيخلص من الدراسة بيضلع يشتغل على طول مشاكل مباشر. القصة كلها انه عندنا امبارح ما كان فيه افتحات كبيرة جدا. والسوق بحاجة للنوع ده من الشغل. يعني سوق العمل يتطلب ده. ده سوق العمل يعني مش بيتطلب سوق العمل بي بيستبق لي انه يجد الخريجي بمصفض دي. يعني عندنا فجوة كبيرة جدا ما بين التوب منيجمنت والفن العامل اللي تحت. الفجوة دي فجوة فجوة كبيرة جدا. ساعات بيغطيها الراجل اللي موجود فوقه بينزل يشتغل السكن مان. لكن احنا السكن مان ده مش موجود خالص. وبالتالي ما بنطلعه بالمهارات دي كلها بموفر لسوق العمل فنيين على مستوى متميز يساعدوهم في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة. التكنولوجيا المتقدمة دي مهمة جدا جدا فيه التصارع اللي موجود دلوقتي. وفيه التنفسية العالمية اللي موجودة. ان احنا يبقى عندنا فنين قادرين ان هما يشتغلوا في سوق العمل المصري ويرفعوا من اقتصاد القوم المصري. وفي نفس الوقت ايضا قادرين على ان هما ينفسوا بره ويشتغلوا في سوق العمل الدولية ان شاء الله. عشان كي كنتلس اسأل حضرتك ده هيفيد المجمع او المجتمع الصناعي المصري ازاي يخريج هذه الكليات. حضرتك. اما بنجي نتكلم او لا هاخد مسألة على الصعيد زي مبارح ما كان موجود يعني. اما يجي نتكلم على السعيد وملاقي عندنا مجمعات تكنولوجية ومجمعات صناعية. هذه المجمعات الصناعية حتيبني المجمع بأحداث الطرق الموجودة. حتحط في أحداث الماكنات الموجودة. ولكن ينقصوا في النهاية العامل البشري اللي حيقوم بإيه بهذا الأداء. العامل البشري اللي موجود فيه ده أخطر عامل ممكن نشتغل عليه. لأن هو ده اللي حيقوم المنظومة كلها على بعضها. العامل البشري قوم هيشتغل المجتمع كله حيستفيد. الأسرة حتستفيد. المصنح هيستفيد. الدنيا كلها عجلة الإنتاج بتدور. علشان كده ما كان عندنا مجموعة المجمعات التكنولوجية اللي احنا بنعملها كتعليم للطلاب وتدريب للطلاب. بدأت من الفيوم ثم بني سويف. وعندنا إن شاء الله من أحد الجامعات هتفتتح السنة الجاية. جمع في أسيوط وجمع كمان في الأسر. يبقى إيذن احنا. دول من الست جامعات. نعم. دول من الست جامعات. من الست جامعات. وحيكونوا متخصصين في مجال الصناعات التكنولوجية. الصناعات التكنولوجية اللي موجودة في المنطقة اللي هناك. لأن كل جامعة موجودة في المنطقة. ده على غرار مثلا جامعة الملك سلمان اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. يعني خليني أفرق برضو بما إن السؤال بيبقى. جامعة الملك سلمان هي جامعة أهلية. الجامعة الأهلية فيها مجموعة كليات. جامعة الملك سلمان يتميز فيها أن فيها أحد الكليات الموجودة فيها كلية اسمها كلية الاصطناعات التكنولوجية. دي كلية من احدى كليات جامعة ملك سلمان. لكن الكلية برضو بتخدم على المنطقة اللي موجود فيها الجامعة ملك سلمان. واعتقد دي موجودة فرص صدر. لكن بتكلم على الجامعات التكنولوجية دي متخصصة بنفس الطريقة اللي موجودة فيها جامعة ملك سلمان في كلية الاصطناعات التكنولوجية. بس موجودة تسع جامعات مصرية. هذا النوع من التعليم ما كانش موجود قبل 2019. الكلام ده كله هو عشان يعمل بنية اساسية في العامل البشري اللي هيقدر يشتغل في المجمعات الصناعية اللي بتنشأ سواء كان في الصعيد او اي في اي مكان في مصر. طب ده مطلوب بره خارج هزي الكليات مطلوب بره. بص حول واحدة. اما بجي بص على على اوروبا وبنشوف الفئة العمرية اللي موجودة في اوروبا دلوقتي. وبنشوف قد ايه بيحصل تزايد في الشيخوها موجود هناك وما فيش العنصر الشبابي اللي موجود. انا مش عايز اقولك ان بعض الدول الاوروبية بتطلب منح من مصر موجودة لبعض الفنيين عشان يسافروا هناك. بس بتشترط ايه بقى? تشترط المواصفات الفنية. تشترط ان هو يكون عنده لغة كويسة. تشترط عنده ايجابته للحاسب الالي. تشترط ان هو يكون عنده بقى الامكانات هنروح اشتغل به. لما كانت ده بيتوفر. واحنا عندنا بعض المجمعات ومنها مجمع في اسيوب. مجمع بالتعاون مع المانيا. حصل منه فيه طلبة منه. حيسافر المانيا. لان المانيا طلباه. يبقى ايزا كده معناه ايه? معناه ان احنا لو مشينا على هذا الناه. واتهاجنا ان احنا دايما يبقى عندنا الفني الماهر. الفني الماهر دي نقطة المهمة جدا. الفني الماهر اللي عارف احدث طلوع التكنولوجية. وبيتعلم احدث الحاجات اللي موجودة. وبيقدر يتعامل ويتعامل مع الغرب بنفس اللغة بتاعته. اعتقد كده احنا بنصدر لبرا منتجات على الاعلى مستوى ممكن. كمان ده بيفدنا جوه. وبيفدنا كمان بره. لما يبقى موجودين بره. انهم بيقولون برضو احسن. خبراتهم كمان. اه طبعا. خبراتهم منبر. بالضبط كده. طب داخل كليات الهندسة. هل في اه تطوير ما لمهارات الطلاب على مسألة الصناعات التكنولوجية. لانه واضح ان احنا داخلين على وقت لاغن عنه في مسألة الصناعات التكنولوجية. كليات الهندسة هي الاساس في كل حاجة. كليات الهندسة هي اللي بتؤسس المهندس ده هو اللي بيقعد يخطط للمستقبل. وهو اللي بيقدر يحط الحلول للمشكلات اللي احنا بنقابلها دلوقت. كلية الهندسة دلوقتي كلها بتاعمل عملية تغيير جلدها كلها بشكل وباخر. بمعنى كل البرامج اللي موجودة في هندسة اللي كانت مثلا من عشر او خمشر سنة موجودة. دلوقتي كلها بيتم اعادة مرة تانية النظر في هذه البرامج. ويتحويل هذه البرامج لنظام الساعات الموتمدة. كلها تطوير في برامج كلية الهندسة علشان تقدر تواكب الصورة الصناعية اللي موجودة والتكنولوجيات المتقدمة الموجودة. واستحداث برامج لم تكن موجودة من قبل كده. يعني قبل كده كنا نتكلم عن برامج آه عهدنا عليها فترات طويلة جدا. دلوقتي نتكلم عن الاسطناعي. ده ما كانش موجود قبل كده. بنتكلم عن صناعات زي الأجهزة التعوضية دي ما كانش موجودة قبل كده. بنتكلم على صناعات الدوائية. الصناعات دلوقتي كلمة صناعة دلوقتي بيتدخل في كل حياتنا بشكل مباشر. سواء كنا بنتكلم حتى على صناعات يعني بسيطة لكنها ده متدخلة بشكل ببير جدا. الجيل اللي طالع دلوقتي. جيل بيستخدم التكنولوجيا في كل حاجة. جيل بيستخدم السمارتفون بيستخدم التابلس بيستخدم حاجات دي كلها. فجيل بيتعامل مع الحاجات دي كلها. فلازم تكون البرامج. والمواد اللي بيدارسها كلها محاكاة للتكنولوجيات الموجودة دلوقتي. طب ازي اني شجع الطلبة بقى على الدخول لهزي الكلية. لان احنا دلوقتي بنتكلم مسلا في ان اليوم بتاعه هيبقى مسلا بعشر تلاف عشرين الف. وكمان مطلوب برا. ايه تاني من المحفزات. تشجيع اي خريج على انه هو يكش كله بينها انه لقي وظيفة عمل بعد كده. فاذا احنا لما نتكلم. مش اي وظيفة. لا مش اي وظيفة. انا احنا بتكلم ع التعليم. التعليم. واحنا بتكلم على صناعة. يبقى لازم الرابط ما بين التعليم والصناعة يكون رابط قوي جدا جدا. لأن الطالب هو بتدرب. وهو شاف المصنع اللي هو هتدرب فيه. وشاف انه هلقى وظيفة في المصنع. ده بعد ما تحرك. ده بتديله حافز اكتر انه نشتغل. الطالب ده لما بيشتغل زميل والاصغر منه. لما بيشوف إنه لقى وظيفة واشتغل برضو هو كمان لو حافزه واشتغل. إذن هي العملية عملية إيه؟ عملية تشجيع مستمر. أنا لما ألاقي وظائف معينة في المصانع وفي المجمعات الصناعية اللي بتنشأ دلوقتي وهذه المجمعات حتيب عايزة طلبة تقدر تشغالها أو خير يجيين يدروا تشغالوها. أعتقد دي أكبر حافز لهم للانضمام المؤسسات التعليمية اللي بتشغل في تعليم التكنولوجية. طيب حضرتك توجهات الدولة أعتقد سياد الرئيس لا يقلو في أي مناسبة إلا ما يكون فيه افتتحات كثيرة جدا للمجمعات الصناعية. وعلى مستوى مصر في وزارة التجارة والصناعة في مجمعات صناعية متوزعة على مستوى مصر بشكل كبير جدا جدا جدا. لكن عايزين التطاقة البشرية لإقشار المجمعات الصناعية. لما لاقي أن حصل اهتمام في التعليم الفني قبل الجامعي بإنشاء المدالس التكنولوجية التطبيقية ولا تعليم الفني أو تعليم التكنولوجيا على مستوى التعليم العالي بإنشاء تسع جماعات تكنولوجية ومزيد من الجماعات التكنولوجية بينشأ الآن في جماعات حكومية أعتقد اهتمام الدولة بهذا النوع التعليم لم يكن مسبوقة من قبل إحنا الممليجة نتكلم على جمهورية جديدة. بنتكلم على عنصر بشري يختلف عن ما كان عليهم من 10-15 سنة. إحنا نتكلم على تكنولوجيات متقدمة ومتسرعة يعني إحنا كلما ممليجة نلحق الصناعية الرابعة بالقيم هما انتقلوا إلى الصناع الصناع الخامسة. وبالتالي أنت لازم تكون عندك العنصر البشري اللي بيقدر أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويقدر يستوعب تغيرات المراحل دي كلها بشكل سريع جدا. بس أنا بواكب دلوقتي يا دكتور. يعني دلوقتي مثلا لفترة من الفترات كنا بنقول يشوفوا مش عارف أمريكا بتعلم اللي الطلب عن ده يشوفوا كندا بتعلم الطلب. دلوقتي ما بناشي في فرق صح? ده اللي بقول حدقا. ده الاهتمام فيه أنظمة التعليمية أو سيستم التعليم دلوقتي السيستم التعليمي ماشي بشكل كويس جدا. التكامل بيتم ما بين تعليم قبل الجميع والتعليم العالي المصاري النهاي في التعليم التكنولوجي والتعليم الفني مصاري واضح. خرجين هذا النوع من التعليم. لهم مستقبل واعد جدا إن شاء الله بإذن الله في المجمعات الصناعية. وفيه طبعا المصانع والشركات الموجودة حاليا. أعتقد بهذا الشكل. إحنا كده يعني بنحاول نحن نلحق إلا من نكون يعني مش عازلوا نسبة ولكن في النهاية نكون من الدول اللي بتقدر إنها تقدر تبني نفسها بشكل بشكل جديد. سيستم التكامل زي ما حضرتك قلت أنا بهتم بالتعليم وبعد أما بهتم بالتعليم بأدخل عطول على الصناعة فبوفر مجمعات صناعية تساعد ويقدر يشتغل فيها. الحلقة دية أول ما هتلف على طول وتبدأ بتبدأ عطول تشتغل وأعتقد يعني فيه دول كتيرة جدا كتورانة ويمكن سبايتنا لكن أعتقد نحن بالسيستم نحن ماشيين بذلوقتي وبالأنظمة ومتابعة يعني الغير طبعية للسيد الرئيس أعتقد هذا الكلام بيتم بشكل كبير جدا وأعتقد في فترة القادمة هناشت خرجين على مستوى متميز نفخر بهم بشكل كبير جدا. إيه اللي بيتقدم داخل الجامعات دي خلينا نوصل لإنه الخريج بتاعنا يكون زي الدارس برا. يعني زي ما احنا بنقول كده الناس كنا قبل كده في مجالات معينة الناس بتختتم درستها بأنها تطلع تدرس برد إحنا النهاردة بنقدم لهم تعليم مختلف كويس. أول حاجة في التعليم دو المختلف فيه ننمر واحد الصناعة معك من بداية. يعني الصناعة هي اللي بتحدد معها هي اللي بتعمل معاك المناهج. هي اللي بتساعدك فيه تقول لك الخريجي اللي هي عايزة موصفاته إيه. وبالتالي انت احتكاك أكثر بسهول عمل. بالضبط فانت كده من أول يوم انت عارف الصناعة هي عايزة إيه. قبل كده احنا كدنا بنعمل منهج في وادي والصناعة في وادي والي كانش في الرابط ده بيننا وبنبعض. الحاجة التانية الصناعة معاك تاني إنها موجودة معاك إنها بتضرب بالطالب دوت أثناء دراسته. وبالتالي تدريبه أثناء دراسته على مدار السنتين أو الأبع سنين هو مستمر معاك. البرامج اللي موجودة كلها برامج أصلا برامج تكنولوجيا متقدمة. يعني هل متكلم مش متكلم في الحاجات اللي هي نعتبر حاجات عامة قبل كده الموجودة. أما بتتكلم عن ميكا ترونيكس أو بتتكلم عن أوتو ترونيكس أو بتتكلم عن أجهة التعاوضية. على فكرة برامج دي كلها جاية جاية من الصناعة. يعني الصناعة هي اللي عايزة التخصصات بيك الله. يبقى إذن الصناعة هي لطلبة. إحنا دورنا إن إحنا زي الحاضنة بنحاول نحافظ على الطالب ده لفترة معينة لحد ما نكسيب المهارات اللازمة لنتحاق بالصناعة بعد كده وبعد كده لما بيطلع بقى بالصناعة هي بقى دية الإيه. ده الاختبار الأول للناس اللي هطلعوا في الصناعة هل إحنا وقفين بهذا الكلام ولا؟ حتى لو خصل إن هناك قصور بشيء ما يتم معالجته مرة تانية علشان تبدأ الدورة لحد ما يطلع الخريج على المستوى المطلوب في الصناعة بشكل كبير جدا. الدراسة اللي موجودة في الكلية دي كلها عبارة عن دراسة على مدار أربع سنوات من نظام حاجة اسمها سنتين أولين الطالب يحصل على دبلون فوق المتوسط ثم لو أكمل دراسته بعد كده بيحصل على بكريوس تكنولوجي في التخصص المطلوب اللي هو اللي كان دخل فيه من بداية أو رغبته اللي كانت موجودة من بداية. عظيم. دكتور أحمد الحاوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. وأشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. بشكركم. شكرا لك شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.